اشتركوا في القناة من اركان مسيرة التنمية الشاملة والتي يقودها جلالته جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين برئاسة النائب احمد صباح السلوم وذلك لبحث اوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين واشاد العسومي بالتجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين في حقوق الإنسان وما ميزها من ترسيخ للبعد الإنساني في كافة أركانها ومراحلها